لا نستطيع أن نقرأ منهاج الصالحين إذن لماذا وضع منهاج الصالحين؟ نقولهم أن منهاج الصالحين ما وضع لكل الناس منهاج الصالحين وضع لطلبة الحوزة العلمية نعم أنتم الناس اللي تروحون إلى الدوام وتذهبون إلى العمل وما أشبه وضع لكم المسائل المستحدثة وعلماء بلدكم في خدمتكم في الإجابة على هذه المسائل وصلنا إلى المسألة السبعة مسألة سبعة تقول لا يجوز تقليد الميت ابتداء هذه المسألة ابتدأت بعبارة لا يجوز في الواقع على أن لا يحصل اللبس إذا الأخوة يسجلون هذه المعلومات يكون أفضل هناك عبارة لا يجوز وهناك عبارة يحرم حرام يحرم هل كلاهما واحد أو بينهما مغايرة واختلاف واقعا لا يجوز لا يعني أنه حرام فعله وهناك عبارة يجوز يعني يجوز ولا يجوز مو يعني يحرم ولا يحرم لا بل يحرم ولا يحرم شيء ويجوز ولا يجوز شيء آخر أنا أنقل من هناك كتاب لطيف بين يدي اسمه هذا الكتاب المفاتيح الفقهية للرسائل العملية يقول يجب ويجوز ويجوز ولا يجب ولا يجوز يعني يجب ولا يجب يجوز ولا يجوز هاي المصطلحة شنو؟ يجب أن نفهمها بشكل مختصر يجب إذا قال الفقيه في الرسالة العملية يجب فعل ذلك الأمر يعني أمر بالفعل لا يمكنك تركه يجب عليك الصلاة لا يمكنك تركه وترك ذلك الشيء يوجب الإثم والعقاب يعني حكم تكليفي بتعبيرنا ما يجب يحرم عليك تركه يجب عليك فعل الصلاة عليك الصلاة يعني واجب عليك وإذا تركت أنت معاقب يجب عليك الحج في حالة الاستطاعة واجب عليك وإذا تركته معاقب وهكذا في بقية الأشياء زين يجوز شنو؟ هذا يجب أما يجوز ماذا نعني فيها؟ يجوز يعني ترخيص بالفعل أنا أقول من هذا الكتاب أي عدم التزام بفعله أو تركه فيمكن للمكلفي وضحنا المكلف من هو فيمكن للمكلفي أن يفعله وأن يتجنبه هذا في كتاب العبادات أما في كتاب المعاملات ما يقول لك يجوز أحياني يقول لك يمري إن شاء الله مبين في كتاب المعاملات نحن في كتاب العبادات إذا قال يجوز يعني فعل ترخيص بالفعل يجوز لك شرب الماء وإذا ما شربت الماء مولانا لا عقوب ولا أث ولا عقاب يجوز لي نعم يجوز لي شرب الماء يعني أمر مباح أستطيع فعله وإذا لا أريد أن أفعله فلا أشكال عليه أما يجب عليك الصلاة هذا يعني يجب عليك أن تصلي فإن تركتها فترتب عليك العقوبة والإثم من الله سبحانه وتعالى إذا عرفنا يجب يعني شنو عرفنا لا يجب يعني شنو في المقابل معنات ماذا لا يجب ماذا ترخيص بالترك لا يجب ترخيص بالترك وهو رفع الالتزام لا يجب عليك مثلا السفر إلى المكان الفلاني لا يجب عليك مثلا شرب الخمر أو شرب الخمر لا يجب يجب عليك اجتناب شرب الخمر جيد هذا لا يجب زين لا يجوز ماذا أمر بالترك أو أنه نهي عن الفعل فإذا فعل المكلف ذلك الفعل المنهي عنه يترتب عليه الإثم والعقاب تكليف من الله سبحانه وتعالى لا يجوز عليك فعل كذا واضح سار يجب ولا يجب ويجوز ولا يجوز إذن يجوز غير لا يجوز غير يجب ولا يجب غير لا يجوز جيد هنا قال لا يجوز لا يجوز تقليد الميت ابتداء وإن كان أعلم من الحين إحنا كلامنا في باب التقليد لا يجوز على المكلف الذي يدخل في سن التكليف بعد البلوغ والعقل والإسلام أن يقلد رأسا مثلا ماذا أن يقلد مجتهدا قد مات على سبيل المثال مثلا أقول اليوم بلغ شخص دخل في سن التكليف صبي أو فتاة اليوم في هذه السنة لا يجوز عليه أن يقلد السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه ابتداء ليش لأن السيد الخوئي قد مات لا يقل الآن سأل خمستعش سنة وهذا اليوم بعد خمستعش سنة من موفاة السيد الخوئي صار ماذا يريد أن يقلده لا لا عليك أن تقلد ماذا عليك أن تقلد من هو حي وأعلم الأحياء يقول فإذا قلد مجتهدا فمات فإن لم يعملم ولو إجمالا بمخالفة فتواه لفتوى الحي في المسائل التي هي في معرض ابتلائه جاز له البقاء على تقليده المسألة الأولى تقول شنو هاي فرع من المسألة الأولى يقول ما يجوز أن يقلد إنسان فقيها ميتا ابتداء جيد أنا اليوم قلت سنة سنتين عشر قلت مجتهد قلت مجتهدا عالما الأعلم لكن بعدين توف انتقل رحمة الله تعالى ماذا يقول أستطيع أن أبقى على تقليد هذا الميت لكن بشرط ما يكون الآن الفقيح الحي الجامع للشرائض الأعلم أعرف أن هذا الفقيح الحي مختلف في الآراء أو هناك آراء جديدة أفتا فيها هذا الحي مختلفة عن الفقيح الذي مات إذا كنت أعلم فلا ما أبقى على فتوى الفقيح الميت رأسا أتوجه إلى الفقيح الحي الأعلم الموجود يقول وإذا لا يجوز تقليد الميت ابتداء وإن كان أعلم من الحي وإذا قلد مجتهدا هذا محل الكلام وإذا قلد مجتهدا فمات ذلك المجتهد فإن لم يعلم يعني المكلف ولو إجمال بعض الأشياء إجمالا متفصيلا بمخالفة فهو فتوى إذا لم أكن أعلم أن هذا القديم أو الجديد مخالف لفتوى الفقيح الذي مات بفتوى لفقيح حي في المسائل التي هي في معرض ابتلائه جاز له البقاء على تقليده أنا أنا ما أدري إن هذا الجديد الآن أمخالف فتوى القديم لو ممخالف أنا إنسان ممطلع ما عندي أصلا أدنى اهتمام في هذه المسائل لا أتصل لا أفتح رسائل عملية لا منهاج لمسائل مستحدثة لا مسائل منتخبة جارنا الشيخ أو الخطيب الفلاني بالحسينية لي ينبيتنا لا أذهب إلى سؤاله وإن علم بالمخالف لا أحيانا أدري أن الفقيه الحي يختلف في فتواه مع الفقيه الميت الذي مات الذي كنت أقلد وإن علمت وإن علم بالمخالف كما هو الغالب بأن الحي يخالف يخالف الفقيه الذي مات هذا من أس قوة مدرسة أهل البيت هذه نقطة مهمة يجب أن أوضحها من قوة مدرسة أهل البيت أننا عندنا باب الاجتهاد مفتوح فلا معنى أن التلميذ يخالف أستاذه بالدليل مجرد مخالف هذا الشكل أريد يعني مجرد للمخالف للعناد لا لا التلميذ الفقيه المجتهد لما يقول التلميذ يعني مطالب صغير المجتهد الجامع للشراط الذي درس عند أستاذ سابق مجتهد جامع للشراط واحد يهيى الآخر إلى المرجعية واحد يهيى الآخر إلى الأعلمية واحد يهيى الآخر لكي يأخذ مكانه ويدير أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم خلال والعبادات والمعاملات جيد هذا مخالفة الفقيه الحي للفقيه الميت من خلال مراحل استنباط من خلال ماذا؟ من خلال معرفته بالأحكام والطلاع هذا الحي على أشياء جديدة أو مسائل مستحدثة لم تكن تلك المسائل موجودة في زمان الفقيه الذي مات وكما يقولون بأن العلم في كل ستة شهور يتضاعف مرة فالمعلومات الآن أكثر وضعف المعلومات التي موجودة قبل ستة شهور وهكذا وهكذا زين إذا اليوم أنا ما حصلت معلومات هذا الضعف ما حصلته بعد ستة شهور أنا متخلف كم؟ متخلف ستة شهور وبعد ستة شهور أخرى يعني بعد سنة متخلف سنة يعني ضعفين متخلف وبعد سنة ونص متخلف ثلاث أضعاف وكثير من الناس يجد سطول عمرهم ومتخلف مليون سنة لا يستطيع أن يفهم ولا شيء في الحياة خصوصا طلبة العلم يجب عليهم وكبة المعلومات بشكل سريع هذا اليوم في 24 ساعة إذا الطالب قضى 24 ساعة أو نصف 24 ساعة في النوم وفي الديوانيات وفي مضيعة الوقت وفي التلفزيون وفي الذهاب وفي الرجعة وما أشبه بعد هذا لا يحسب نفسه أنه من الطلبة إذا فعلا أراد أن يكون طالب علم إذا أنا أراد أن يكون لأقل في أدنى درجات المعرفة أدنى درجات الفقاهة يجب أن يطالع ماذا؟ أن يطالع الكتب العلمية جميعها يعني ما يقول أنا والله أكتفي ببعض الكتب الفقهية يعني كلامنا الآن عن الفقه أكتفي بالفقه الاستدلالي مع الشيخ الأيرواني وأترك المكاسب لا أو أكتفي بالحلقات في علم الأصول للسيد الشهيد وأترك ماذا شنو وأترك كتاب الكفاية للأخند الخراساني لا 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 الطالب الزين ينظر الجميع هم ينظر رسائل هم ينظر كفاية الثلاث أجزاء هم ينظر حلقات هم ينظر أصول المظفر هم بالفق ينظر الفقه الاستدلالي الأول الثاني اللمعة ينظر إلى المكاسب المحرمة والبيع والخيارات منها هذا يكون فقير ينظر إلى كتاب الله ينظر إلى الروايات طبعا هذا متعسر كله على البعض الإنسان في هذه الزمان ما يستطيع لكن أمير المؤمنين يقول العلم كثير والعمر قليل فاخذ من كل علم لبابه لا بأس الإنسان يعرف ويحدد أهدافه المستقبلية أردت أن أكون فقيها فهي طريق الفقاهة والدراسة أردت أن أكون خطيبا فهذا طريق الخطابة والمعلومات ومستوى العلم الذي أردت أن أحصل عليه أردت أن أكون محققا فهذا أسلوب التحقيق أو طريق أن أكون محققا أردت أن أكون كاتبا وهكذا جيد وإن علم هذا المكلف نقرأ العبارة وإن علمه بالنقطة مسألة سبعة بالمخالفة كما هو الغالب فإن كان الميت أعلم وجب البقاء على تقليده أي تقليد الميت الأعلم دون العدول إليه إلى الحي ومع كون الحي أعلم يجب الرجوع إليه إلى الحي وإن تساوي الميت الفقيه الميت والفقيه الحي في العلم أو لم تثبت أعلمية أحدهما من الآخر يجري عليه ما سيأتي في المسألة التالية رقم ثمانية تفريعا على مسألة رقم سبعة ويكفي في بقاء على تقليد الميت وجوبا أو جوازا بينا ما معنى الوجوب وما معنى الجواز وبين للتكرير للتأكيد الوجوب هو أمر بالفعل لا يمكنك تركه كوجوب الصلاة الجواز ترخيص بالفعل أي عدم الالتزام بفعله أو تركه فيمكن للمكلف أن يفعله وأن يتجنبه مخير بين الفعل والترك هذا يجوز أما يجب لا لازم تسوي لزوما ويكفي في بقاء على تقليد الميت وجوبا أو جوازا الالتزام يعني يلتزم هذا المكلف حال حياته بالعمل حياة الفتوى حياة الفقيه بالعمل بفتوى يعني أنا عشان ألتزم بهذا الشيء أكون على أقل فتحت الرسالة العملية وطبقت ماذا ما يقوله الفقيه لا من خلال الشياع وأمي وأضواء علماني هذا الشيء ولا يعتبر فيه تعلمهما أو العمل بها قبل وفاتي أنا أعرف أنا أعرف فتاوى هذا الفقيه وتعلمت هذه الفتاوى هذه الفقيه لكن أنا ما طبقت فتاوى هذا الفقيه شون أطبق شون أصلي علماني أبواي كيفية الصلاة كيف ذهبت إلى العمر مسؤول الحمل الذي مسؤول الحمل الذي أخذنا هو علمني قال لي تفعل كذا وتسعى كذا وتطوف كذا وتصلي كذا وتقتسل كذا وتتوضأ كذا هذا مو اسم مطابق على فتاوى الفقيه إن كانت هذه الأفعال صحيحة ومطابقة للواقع كما بينا في المسألة الأولى في الدرس الماضي لكن هذا لا يسمى العمل طبقا على فتاوى الفقيه لا العمل طبقا على فتاوى الفقيه أنا مرة أسأل الشيخ الفلاني شيخنا شنو رأي الفقيه الفلاني إحنا بعض الناس يسألون ما رأي سيد السستاني في هذه المسألة يعني هذا يريد ماذا؟ يريد فتاوى الفقيه يريد فتاوى الفقيه أما أحيانا لا يكون مثل ذلك إذا عمل على فتاوى الفقيه ما ممكن أن يبقى على الفقيه الميت إلا أن يكون الميت أعلم من الحي ويحصل له الأطمنان والعلم أن هذا الذي مات هو أعلم وإلا إذا حصل له العلم بأن الحي هو أعلم من الميت وجب العدول من الميت إلى الحي وإن تساويا كما في هذه المسألة وإن تساويا بينا في المسألة التي مضت المسألة ثمانية المسألة ثمانية تقول إذا اختلف المجتهدون في الفتوى ماذا نفعل يقول وجب الرجوع إلى الأعلم وهذا بديهي رجوع إلى الأعلم نصدره عقلائي إحنا اليوم قلنا إذا قلنا هناك شخص أراد أن يدخل إلى غرفة العمليات أن يقوم بعملية القلب المفتوح أول شيء ماذا يفعل شي سوي يسأل من هو أفضل الأطبة وإذا في بلده ما حصل للأطمئنان ماذا شي سوي يقول أبحث إلى علاج في الخارج أتوجه إلى خارج البلد للعلاج ليش يا أفضل الأطبة يعني شنو تعبيرنا الفقهي يعني أعلم الموجودين من الأطبة حين إذا اختلف كل الأطباء الخمسة صار عندي أعلم الموجودين خمسة لكن إذا اختلفوا الأطباء الخمسة ماذا؟ أبحث عن أعلمهم وأعلمهم الأعلم فلا أعلم كما نعبر عنه في علم الفقه يقول في المسألة الثمانية إذا اختلف المجتهدون في الفتوى وجب الرجوع إلى الأعلم من هو الأعلم؟ أي الأقدر على استنباط الأحكام بأن يكون أكثر إحاطة بالمدارك وتطبيقاتها بحيث يكون احتمال إصابته هذا الفقه للواقع في فتوى أقوى من احتمالها في فتوى غيرها من غيره ذاك الفقه الفلاني نحتمل إصابته للواقع إصابته للواقع شنو يعني؟ يعني ما يريده الله جزماً ما يريده الله سبحانه وتعالى الحين مطابق للواقع مئة في المئة ما يريده الله سبحانه وتعالى مئة في المئة لا يستطيع أحد أن يؤكد ذلك لكن الله سبحانه وتعالى إن شاء الله نبين في علم الأصول في دروس أعمق الله سبحانه وتعالى أمضى هذا العمل مخالف حتى ولو تقع في خطأ أثنين عشر في المئة عشرين في المئة هذا الخطأ مغتفر طبقاً على فتوى الفقه ليش؟ يقول إذا أحنا لا قلنا لا تأخذ من الفقه إلا أن تأتي مئة في المئة هذا تكليف بالمحال ومعنى تشنو سد باب العلم ولا نستطيع أن نأخذ الفتوى من أي واحد لإلا تأتيني بمئة بالمئة ويضيع كل ماذا؟ ويضيع كل شيء لا مخالف نحن نقبل بثمانين في المئة وخطأ عشرين بالمئة على سبيل المثال هو ما يرتقي إلى عشرين في المئة لكن تتاوزاً مثلاً نقبل في ذلك في سبيل ماذا؟ أن تطبق الشريعة كما يريد الله سبحانه وتعالى إذا كان واحد عند احتمال مطابقة أنا كمكلف أقول هذا الفقيه ألف فتواه فيها احتمال مطابقة الواقع أما فقيه با لا ففتواه أقوى في مطابقته للواقع هذا يجب أن أرجع عليه هذا هو الأعلم يكون لكن هذا متعسر جداً معرفته متعسر جداً معرفته للمكلفين حتى طلبة العلم متعسر معرفته يعني يعرفوا هذه الأشياء يقول ولو تساووا هذان المجتهدان في العلم أو لم يحرز وجود الأعلم يعني المكلف ما أحرز وجود الأعلم بينهم فإن كان أحدهما أحدهم يعني الفقيهان أورعوا من غيره في الفتوى بهذا القيد مو أورعوا في التقوى كلها ما ورع أورعوا من غيره في الفتوى أو أكثر تثبتاً واحتياطاً في الجهات الدخيلة في الإفتاء يعني من كتاب معرفته لكتاب الله أوسع وأشمل معرفته للسنة النبوية السنة المعصومية السنة المعصومية إن شاء الله نبين ما هي السنة المعصومية النبوية والسنة المعصومية التي تشمل أئمة أهل البيت عليهم أبو الله وإحاطته بآراء القدماء من العلماء هكذا تعين الرجوع إلى هذا التي تشتمل عليه هذه الصفات تعين الرجوع إلي إذا ما حصلنا واحد أكثر أورعاً ولا تثبتاً واحتياطاً بل الأثنين أو الثلاثة قد نقول فقيهان هم مجتهدان وتساوا في العلم وإلا كان المكلف في حالة تساويهما ولم نعرف هذه الجهات الدخيلة في الإفتاء وإلا كان المكلف مخيراً في تطبيق عمله على فتوى أي منهم ولا يلزمه الاحتياط في أقوالهم إلا في المسائل التي يحصل له فيه العلم الإجمالي منجز ما يحتاج أحتاط أنا ما عندي شك بأن هذا الذي يقوذ تسبيحات مرة أو ثلاث مرات ما عندي أدنى شك ما يحتاج أحتاط أسوي ثلاث مرات أو ما يحتاج أحتاط وأكرر الصلاة بين القصر والتمام كما بينا في الدرس الماضي لا أنا مخير أخذ رأيي هذا أو رأيي هذا ولا يلزم مني الاحتياط إلا إذا سر عندي شك فأن شنو أن ذمتي لا تفرغ إلا بالصلاة قصراً وتماماً بأحدى الصلاتين أو أن ذمتي لا تفرغ إلا أن أأتي بالتسبيحات الثلاثة ثلاث مرات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر في الركعة الثالثة والرابعة قلبي ممطمئن في هذه الحالة لا صار عندي علم إجمالي وهذا العلم الإجمالي مجنزز بحقي يعني قد تشملنا العقوبة قد يسألنا الله سبحانه وتعالى يقول مدام صار عندك علم وعدم ارتياح داخلي ليش ما جئت تتسبيحات ثلاث مرات ليش هذا حسب نفسية الإنسان أحيانا يقول لا أنا ما عندي أي شك ولا عدم أطمنا بل عندي أطمنا بأخذ هذا الذي يقول مرة واحدة جزاك الله خير الله سبحانه وتعالى يحاسبك على هذه النية أو حجة إجمالية كذلك كما إذا أفتى بعضهم بوجوب القصر وبعضهم بوجوب التمام فإنه يعلم بوجوب أحدهما أو أفتى بعضهم بصحة المعاوضة وبعضهم ببطلانها إن شاء الله نبين في كتاب المعاملات شن المعاوضة فإنه يعلم بحرمة التصرف في أحد العوضين فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيها في حالة علمي الإجمالي وعدم الارتياح علم إجمالي يعني هذا عدم الارتياح والأطمنات الداخلي بهذا الشيء فبعدها إذا صار عندي عدم الارتياح فأخذ بالاحتياط أما إذا عندي ارتياح لا أخذ بأحد فتوى الفقيهين المتساويين في الأعلمية هذه المسألة الثمانية المسألة تسعة يقول إذا علم أن أحد المجتهدين أعلم من الآخر صار عندي علم أن الفقيه المجتهد أول أعلم من الآخر مع كون كل واحد منهما أعلم من غيرهما عندي أثنين هذان الفقيهان ضمن خمس فقهاء خمس فقهاء علماء وهذان أعلم الخمسة أو الأعلم الثلاثة المتبقين وواحد من هذول واحد من هذان أعلم من الآخر هذه المسألة أو إن حصر المجتهد والجامع للشرائط في هذين الأثنين هذان هذا كله بين شنو جملة معترضة يعني إذا علم أن أحد المجتهدين أعلم من الآخر هاي شنو مع كون كل واحد منهما مع كل واحد منهما هذه الجملة معترضة إلى المجتمع المجتهد الجامع للشرائط عبارة فإن لم يعلم يعني نقرأ العبارة هكذا إذا علم أن أحد المجتهدين أعلم من الآخر فإن لم يعلم الاختلاف بينهما في الفتوى تخير بينهما أنا عندي فقيهين هو أعلم أنه واحد فيهما أعلم من الآخر لكن ما أعرف ما هو الاختيار واحد هو أعلم من الثاني من هو ولا أعرف ولا أعرف ولا أعرف الاختلاف بينهما في الفتوى ماذا أفعل أتخير أما أخذ هذا وأما أخذ ذلك في حالة عدم معرفتي باختلاف فتواهم يعني أنا إنسان أحيانا تعبان لا أنظر إلى الكتوب ولا أسأل أحد وأن علم بالاختلاف إذا ما عرفت الاختلاف ولم أعرف بالاختلاف أتخير أختار واحد بينهما لكن إذا علمت الاختلاف من خلال مطالعة رسالة العملية لهذا الشخص ورسالة العملية لذلك الشخص وجبل فحصه وجبه يعني ما يمكن أن أترك هذا الشيء عندما أعرفتي أن هناك اختلاف وجبل الفحص كل بحسبه يعني أمر لا يمكن فعله كفعل الصلاة وجب الفحص عن الأعلم يجب أن أبحث بسؤال علماء البلد بفتح الرسائل العملية بحضور دروس الفقهية بمطالعة كتب هذا وذاك وجب الفحص عن الأعلم فإن عجز المكلف كما هي عادة جميع المكلفين فإن عجز عن معرفته كان ذلك من اشتباه الحجة صار عندي اشتباه من هو الحج عليه من هو المسؤول عليه من هو الذي أخذ منه فتواي صار ذلك من اشتباه الحجة بل لا حجة في كل مسألة يختلفان فيها في الرأي أنا ما أعرف من هو الأعلم أكون اختلاف لكنني فحص بعد الفحص والتدقيق ما أصلي من ارتياح من هو الأعلم ليس هناك حجة الله سبحانه وتعالى يقول عليه سأتأخذ رأي هذا أنت تعلم أن هناك واحد أعلم ولم تعرف من هو الأعلم ولا إشكال في وجوب الاحتياط حينها فيها مع اقترانه بالعلم الأجمالي المنجز بينا عدم الأطمئنان الداخلي العلم الأجمالي بهذا المضمون عدم الأجمالي مصطلح علم الأصول يعني أنا أرى طالب في مرحلة تمهيدية ممكن أن يعرف هذا المصطلح لكن نحن ما يبلك المصطلح الأصولي بما هو أصول يبلك مضمونة وعدم الارتياح الداخلي كما بينا كثيرا اليوم والدرس الماضي بعد لا نعيد كما لا محل للأحتياط نحن نحتاط لكن هذا الأحتياط أحيانا لا محل له صعوبة أكفي يعني نحن ذا تعذر أخذ فتوى أحدهما نحتاط مع فحصنا وإذا لم نجد من هو الأعلم بينهما نحتاط لكن هذا أيضا الأحتياط فيما شقه وصعوبه أحيانا متعذر ومتعسر ولا يمكن أن يتوم كما لا محل للأحتياط فيما كان من قبيل دوران الأمر بين المحذورين ونحوه حيث يحكم فيه بالتخيير والتساوي احتمال الأعلمية في حقك إليهما أحيانا يقع محذور هذا ومحذور هذا مثلا أضرب مثال فقيه قال لا يجوز الزواج من البنت البكر إلا من خلال إذن ولي أمرها من ولي أمرها إما أبوها إن كان قد مات فجدها من الأب فإن مات فالمرجع يعني واحد من أخوانه ليس ولي أمرها ما ولي أمرها الأخ ليس ولي أمر من أخته الخال ليس ولي أمر ابنة أخته العم ليس ولي أمر ابنة أخيه سواء حيكان أو ميت بس الأب الأب والجد من الأب الجد من الأم ما لدور ما ولي أمر إن كان نحن نسمع كلام الأخ الأكبر نسمع كلام الجد من الأم نسمع كلام الأخ نسمع كلام الخال العم لا إشكال في ذلك في احترامهما لكن ولي أمر في الزواج وما أشكال لا إما الأب إما الجد من الأب إما المرجع ها إما المرجع زين الفقيه يقول هذه البنت الباكر إلا أن تتزوج ب تتزوج برضا ولي أمرها أكو فقيه آخر يقول ماذا يقول لا لا ولاية لا أحد على أحد فإذا زوجت نفسها ضابت للقاضي وزوجهم هذا القاضي وقع العقد ما في إشكال زين هذا الرأي وين والرأي الأول وين الأول يقول إلا الرضا وللأمر ولما يقع العقد الثاني يقول يقع العقد حتى ولو لم يقبل وللأمر الآن ماذا نفعل الأول يقول ما وقع العقد لأن وللأمر لم يوافق بناء على الأول العقد ما وقع لكن بناء على الثاني اللي يقول وقع العقد حتى ولو لم يقبل وللأمر ماذا يقول يقول العقد وقع هذا يقول لم يقع وهذا يقول يقع إذا دخل عليها بناء على المجتهد الأول فدخوله عليها حرام زين وإذا تركها بناء على الثاني يقول ما يسر تتركها لازم تطلقها هي زوجتك هذا أمر بين المحذورين جدا متعسر إذا مواضح أبينا مرة ثانية الأول يقول يجب الزواج من البنت الباكر إلا برضى ولي أمرها بينا من هو اللي ولي الأمر فهذا تزوجهم بأي دولة خارجية مثلا بعقش شرعي الفقيه اللي يقول إلا برضى ولي أمره يقول لا لا هذا الزواج ما وقع أصلا ما في طلاق ولا 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 شيء وإذا وقع النقاح فهذا النقاح حرام وإذا وقع هذا النقاح يكون حرام وزنا أصلا ما يكن طلاق كل واحد يروح بيته وانتهت القضية الثاني يقول لا ممكن أن تتزوج من غير رضى ولي أمره زين وإذا وقع النقاح فهذا نقاح حلال إذا الآن يريد أن نفرق بينهما يقول لازم تطلقها ما يصير تروح بيتك هالشكل وهي تروح بيتهم هالشكل يجب أن يقع الطلاق هذا يقول لا طلاقة هذا يقول طلاق هذا يقول تفريق أصلا بدون أي شيء هذا يقول لا يجب أن يطلق إذا أراد أن يطلق هذا يقول تم الزواج والعلاقة شرعية والدخول محلل هذا يقول ما تم الزواج والعلاقة غير شرعية والدخول محرم هذا كيف نأخذ رهما فيهما لا مجال للاحتياط لا مجال للاحتياط ماذا يقول كما لا محل للإحتياط فيما كان من قبيل دوران الأمر بين المحذورين ونحوه حيث يحكم فيه بالتخيير مع تساوي احتمال الأعلمية في حقك ليهما وإلا فيتعين العمل على وفق فتوى من يكون احتمال أعلميته أقوى من الآخر لعل أكون مثال آخر في دوران المحذورين الآن مفي بالي يمكن أن يكون أكون مثال أفضل من ذلك يقول وأما في غير الموردين أيهما العلم بأحد المجتهدين أو انحصار المجتمع المجتهد الجامع فيهما أي نفس مسألة تسعة وأما غير الموردين فالصحيح والتفصيل أي وجوب الاحتياط بين قوليهما فيما كان من قبيل اشتباه الحج بل لا حج في الأحكام الالتزامية سواء كان في مسألة واحدة كما إذا أفتى أحدهما بوجوب الظهر والآخر بوجوب الجمعة مع احتمال الوجوب التخييري واحد يقول لا يجب وجوب الجمعة واجب والآخر يقول لا وجوب الظهر واجب وأكون هناك احتمال ثالث احتمال ثالث ماذا؟ يقول المكلف مخير بين الجمعة أن يأتي يوم الجمعة بصلاة الجمعة اللي أولها خطبتين ثم ركعتين واحد يقول لا يقول صلاة يوم الجمعة ممكن تصلي صلاة الظهر والعصر أنت مخير بين هذه وذلك يعني ممكن سوى احتياط أن نأتي بهذا الرأي الثالث أم في مسألتين كما إذا أفتى أحدهما بالحكم الترخيصي ومسألة أخرى بالحكم الإلزامي فيها وانعكس الأمر في مسألة أخرى وأما إذا لم يكن كذلك فلا يجب الاحتياط ماكو احتياط مافي تخيير مافي كذا مافي أي شبهة الأعلم واضح كما إذا لم يعلم الاختلاف بينهما على هذا النحو إلا في مسألة واحدة أو علم بذلك في أزيد منها مع كون المفتي بالحكم الإلزامي في الجميع واحد أنا عرفت أن هناك عالمان مجتهدان نرجعان واختلفا أنا أحيانا ما عرف أنهم اختلفا لا أعلم أنهما اختلفا في المسائل فلا أشكال فإن عرفت أنهما اختلفا أحيانا أعرف أنهم اختلفوا في مسألة مسألتين ثلاث وممتعسر وأحيانا أعرف أنهم تختلف في مسائل كثيرة إذا هناك اختلاف في المسائل الكثيرة بين الفقيهين الحيين مو الميتين بين الميت والحيين اختلاف في مسائل كثيرة ماذا أفعل؟ علي أن أأتي وأن أفحص وأن أكتشف فمن هو الأعلم؟ إن اكتشفت من هو الأعلم ومن بينهما ماذا؟ أتوجه إلى تقليده وإذا لم أعرف أبحث من هو احتمال فتواه أقوى ومطابق للوائق فأأخذه هذا هو الأعلم وإذا لم أعرف فعلي بالاحتياط متى في حالة عدم الأطمئنان يسمى بالعلم الإجمالي في حالة عدم الأطمئنان وقلنا أن الاحتياط متعسر ومتعذر في بعض الأحيان كما دوران الأمر بين المحذورين بينا هذه المسألة الزواج وعدم الزواج رأي هذا ورأي هذا مسألة رقم عشر تأتي إن شاء الله وصلا